تحية محبة واحترام لكم متابعين الكرام كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن موضوع القراءات المختلفة الرسمية ومنها الشاذ ذا كذلك وكيف ظهرت وتطورت مع القرون اللاحقة فطلب مني بعض المتابعين الكرام أن نقدم بعض النماذج من هذه القراءات وكيف جاءت معتمدة على رسم المصحف أو ما يسمى برسم عثمان استجابة لطلبكم سوف أستعين بصور بعض المخطوطات حتى يتضح لنا الإشكال ونعرف كيف نشأت هذه القراءات ثم نحاول قدر المستطاع الالتزام بقراءات المراجع التي قدمت لنا الفرق في الاختلاف لهذه القراءات وللتذكير فقط فالمصاحف الأولى للقرآن كانت خالية من التنقيط والتشكيل والهمزة وألف المد في الكثير من الأحيان وقد اعتقد بعض الشيوخ أن هذا الخلو لأجل إعطاء المجال لتوسيع القراءات التي جاء بها القرآن لكن هذه النظرية ليست صحيحة كما قلنا لأننا عطرنا على برديات تعود لأواخر القرن السابع الميلادي تخلو من التنقيط والتشكيل رغم أنها تتحدث عن أمور دنيوية بسيطة كعقود إصالات تسليم بعض البضائع ثم نذكركم أعزاء الكرام بالنقوش العربية قبل الإسلام التي كانت خالية من التنقيط والتشكيل والهمز وبالتالي فإن خلول مصاحف الأولى من هذه النقط تسبب في ظهور هذه القراءات وليس العكس كما يعتقد السؤال الأول في إطار معرفة قراءة النص ما هي المعايير الأساسية لوضع النقط على الحروف لقراءاتها الجواب على هذا السؤال يتلخص في كون النص يخدع لسياق منطقي يسهل على القارئ وضع هذه النقط والحركات الإعرابية فبعدما اتفق النحات وعلماء القراءات في تحديد عدد النقط فوق أو تحت الأحرف المعجمة إلا أنه في حالة واحدة بقيت معلقة بين الشرق الإسلامي وغربيه ففي شمال أفريقيا عندنا في المغرب بقي الشيوخ يضعون حرف الفاء نقطة واحدة تحت الحرف والقاف بنقطة واحدة فوقه وهذه الظاهرة لا زالت موجودة إلى الآن في المدارس العتيقة فسياق النص كما قلنا هو الذي يحدد القراءة الصحيحة فعلى سبيل المثال كلمة برسم ألف لا مراحة نبرميم هل تقرأ الرجيم أم الرحيم الجواب يكمن فيما قبلها من كلمات فلو كانت كلمة الله قبلها تصبح القراءة الله الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا كانت كلمة الشيطان قبلها فتقرأ الرجيم أي الشيطان الرجيم وهكذا فهذه هي القاعدة العامة وهي نفس الطريقة التي يستخدمها الباحثون في مجال إعادة تنقيط النص بحسب السياق وعلم الفيلولوجية كنا قدمنا في الحلقة 116 مشادة حصلت بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في حديث صحيح حل إشكاله الرسول بما يسمى الأحرف السبعة وهذا النوع من القراءات يؤدي لتغيير الرسم لكن بنفس المعنى عن الأرجح وهذا راجع لسببين محتملين الأول ترجمت النص نص وتيسيره من لغته الأصلية كالعبرية واليونانية إلى لسان عربي مبين أو الاحتمال الثاني هو لتعدد مصادر للنص الواحد فلو أخذنا مثلا على ذلك في قصة موسى والخضر تقول آية 77 من سورة الكهف فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما قرأها عمر بن الخطاب بدلا من فأبوا من أبا بمعنى امتنع قرأها فأتوا فكلا السياقين مقبول إلى أن الفرق في المعنى واضح مما يفيد تعدد المصادر وليس مجرد ترجمات وتسهيل للنص نفس الإشكال وقع في سورة آل عمران الآية 148 فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فكلمة فأتاهم جاءت قراءتها بالثاء فأثابهم الله من الثواب كما جاء في باقي الآية كذلك في سورة الفتح الآية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فبدلا من وأثابهم جاءت بالتاء وسقوط الباء وأتاهم فتحا قريبا ننظر الآن إلى كيف يتعدد القراءات للرسم الواحد على سبيل المثال في قصة موسى سورة الأحزاب الآية 69 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها جاء في معجم القراءات القرآنية وكان عبد الله وجيها بالباء بدلا من النون وجاء كذلك وكان عبدا لله وجيها كذلك في سورة التوبة الآية 114 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلى آخره في معجم القراءات وعدها أباه هذه أمتلة عن مسألة التنقيط لكن هناك إشكالية أخرى في رسم ألف المد من عدمه فعلى سبيل المثال جاء في سورة آل عمران الآية 146 وكأي من نبي قاتل معه ربيون إلى آخره بدلا من قاتل أي حارب معه ربيون وربما لم يموتوا جاءت قراءة الأخرى قتلة أي هؤلاء الرببيون ماتوا في الحرب إذن المعنى تغير والإشكالية كذلك عندما يتعلق الموضوع بالتشريع بالنسبة للمفطر في رمضان بسبب سفر أو مرض وذلك في سورة البقرة الآية 184 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخره إذن الفدية هنا هي إطعام مسكين واحد لكن هناك قراءة أخرى جاءت في رواية ورش عن نافع فدية طعام مساكين بالجمع يعني الفدية لثلاث مساكين على الأقل بدلا من مسكين واحد فقط وهناك إشكالية أخرى بسبب تدخل المفسرين إذ أن بعضهم يضيف أداة النفي لا قبل كلمة يطيقونه ليتحول تشريع من شخص قادر على الصيام إلى شخص لا يطيقه كالعجوز أو بسبب مرض مزمن كما هو الحال في تفسير الجلالين على سبيل المثال ويبقى التشريع القرآن غامضا بين القراءات المختلفة والتفسير في بعض الأحيان فمن يقول أن الآية تحث على إطعام أكثر من مسكين كما جاء فمن تطوع خيرا فهو خير له وبالتالي لا تعرض في التشريع يكون الرد التطوع بإطعام مسكين أو أكثر بصفة عامة كعمل خير وليس كفدية والدليل هو آخر الآية التي تقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني قدرة الاستطاعة موجودة ويجب الإشارة هنا إلى أن كل هذه التدخلات جاءت في زمن غير زمن رسول للمزيد من المعلومات فيما يخص موضوع القراءات المختلفة تجدوه في كتاب مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة نشرته مؤسسة واتر لايف بابليشين على موقعها الإلكتروني أو على صفحة أمازون نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر